جامعة النهرين تحتضن امتحان جائزة الابداع والتميز للخريجين الأوائل من كليات الطب وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقيم بهذا اليوم جائزة الابداع والتميز ومسابقة الابداع والتميز طلبت كلية الطب الأوائل وبيشنا في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الهدف أنه عنده هو هذا التجمع لطلبتنا العزاء وخلق روح التنافس بينهم وإن شاء الله تكون هذه البداية للسنة اللاحقة تكون هذه المسابقات نطورها أكثر فأكثر الهدف أنه عنده هو خلق هذا الجو العلمي والابداعي لدى طلبتنا العزاء جائزة الابداع والتميز هي جائزة سنوية يقيمها جهاز الاشراك بالتعاون مع رجان عمداء كليات ابتدأت الفكرة مع كلية الطب أو مع لجنة عمداء كليات الطب وامتدت هذه السنة لتشمل أيضاً كليات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض ومن المؤمل إن شاء الله في السنوات القادمة أن تشمل اختصاصات أخرى هذا الامتحان هو يمثل قيمة معنوية كون أن المتميزين فيه سيكون أوائل الأوائل يعني أوائل على أوائل الكليات ولذلك نجد طلابنا الأعزاء محتمين بالمشاركة به ناهيك عن أن التميز في هذا الامتحان سيترتب عليه أيضاً جوائز معنوية ومادية للطلبة هناك مقاعد مباشرة للقبول في المجلس العراقي لإختصاصات الطبية والمجلس العربي أيضاً لإختصاصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضاً هناك جوائز أخرى تقدم لجميع الفائزين لذلك نجد أن هناك تنافس كبير من قبلهم في هذا الموضوع جاء ذلك لخلق بيئة من الإبداع والتفوق العلمية سيما وأن الوزارة ستقدم جوائز عدة بالإضافة إلى منح الثلاثة الأوائل مقاعد للدراسات العليا أنجزنا اليوم امتحان جائزة الإبداع والتميز الذي يشارك فيها طلب الخريجون الأوائل في كلية الطب العراقية جميعاً صراحة هذا الامتحان له دلالات كبيرة حيث تسعى الوزارة اللي الاهتمام بهذه الشريحة لما لها من أثر كبير في بناء مجتمع طبي وعلمي رصين الامتحان شارك فيه 135 مشارك من كافة الجامعات العراقية وإن شاء الله نسعى إلى أن تكون هذه الامتحانات سنوية كما جريناه في العام الماضي اللجانة العلمية مختصة أنجزت هذا الامتحان وبإشراف كامل من قبل جهاز إشراف والتقويم العلمي وبرعاية معه الوزير الموقر وإدارة كاملة من قبل لجنة عمداء كلية الطب في كلية الطب جامعة النهرين المشاركين بصراحة الامتحان كان على مستوى عالي من الامتحانات التنافسية وفق المعايير والأساليب المتخذة في الامتحانات التنافسية بشكل عام هذا أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جولة تفقدية شاملة مختبرات المهارات السريرية والقاءات الدراسية والمختبرات المتقدمة الموجودة في كلية الطب بجامعة النهرين اشتركوا في القناة